جوبرنا الميدانية من ريف ديماشق حيث أوقعت قواتنا باسل عددا من الإرهابين قتل ومصابين في حي جوبر وألقت القبض على آخرين وريف من الإرهابين القتل المده محروس الطير ومحمود المبيد وفي حي برزة واصلت بواسل قواتنا ملاحقة الإرهابيين وأوقعت أعدادا منهم قتل ومصابين جنوب شرق مشفى تشرين وتم مصادرة أسلحة وذخيرة بينها قناصات متطورة في حرسة قضت قواتنا باسل على أثنين من المتزاعمين ما يسمى ألوية فتح الإسلام ومغاوير الغوطة هما خالد حامد وصفوان حمزة قرب خزان المياه في حين أوقعت وحدة ثانية عددا من الإرهابيين بين قتل ومصاب في مزار بسطرة بمحيط دومة من بينهم المده أحمد حجازي وناصر سيصان وفي عدر بسطت قواتنا باسل سيطرتها على المطاحن وصوامع الحبوب بعد أن قضت على عدد من الإرهابيين كانوا يتحصنون فيها منهم حسين علايا واسماعيل عيون وفي زملكة وعربين والذيابية دمرت قواتنا باسل أوكار الإرهابيين بما فيها من أسلحة وذخيرة ومن القتل أنس النن وبسام كرنبي ووليد البشوات ومحمد التنف وفي سهر رنكوس قضى بواسلنا على عدد من الإرهابيين بينهم عطاف هندية متزعم المجموعة وحسام العمري وفي دارية تم القضاء على عدد من الإرهابيين من بينهم الإرهابي عبد العليم ويلقب بأبو قصب وعبد الله ويلقب أبو حسام وتم تدمير الجرافة كان الإرهابيون يستخدمونها في إقامة السواتر الترابية وكميات من الأسلحة والذخيرة وصلت قواتنا الباسل